موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية اهلا بكم أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الجمعة عن تسجيل حالة وفاة و151 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 فيما بلغ عدد المتعافين 272 حالة خلال 24 ساعة الماضية وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة كورونا أن أزيد من مليون و751 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى أكثر من 22 مليون شخص صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية اليوم الجمعة بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 22 و2000 بكامله وذلك بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات والتصويت عليها بالأغلبية لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين تقرير كوثر الدجاري صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمتها وحضي مشروع قانون المالية 2022 بموافقة 64 مستشارا مقابل معارضة 18 أخرين فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت وذلك بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات والتصويت عليها بالأغلبية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين وهكذا همت أبرز التعديلات التي تم قبولها تطبيق رسم الاستيراد بنسبة مواحدة في 2.5% على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين في خبر آخر أكد الباحث الأول بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد فتح الله العلو أكد أمس الخميس بالرباط أن التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد ذكر بالحاجة إلى تجديد التفكير حول إصلاح البلاد وعصرنتها وأشدد ولعلو خلال ندوة خلال حول إدارة الاقتصاد الكلي والإصلاحات القطاعية على ضرورة وضع التقرير في إطار العولمة ولد حميد علوي وتفاصل خلال ندوة حول إدارة الاقتصاد الكلي والإصلاحات القطاعية ضمن سلسلة الندوات نظرات متقاطعة حول تنزيل النموذج التنموي الجديد بمبادرة من مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أكد السيد فتح الله العلو أن التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد ذكر بالحاجة إلى تجديد التفكير حول إصلاح البلاد وعصرنتها من جهته أكد محمد بن موسى عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بنفس المناسبة أن المغرب يعتبر قوة إقليمية لا جدال فيها لا سيما على المستوى الاقتصادي وتطوير البنيات التحتية مشيرا إلى أنه يتموقع في الخريطة العالمية لأكبر الصناعات ولا سيما صناعة السيارات والطيران ومن جانبه صلة محمد شيغر رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بيلال الضوء على خصائص الاقتصاد المغربي مبرزا أنه اقتصاد مركب ومضيفا أنه أيضا اقتصاد تتعايش فيه العديد من أنماط الإنتاج ويعتبر مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد مركزا مغربيا للدراسات مهمته الإسهام في تطوير السياسات العمومية ومناقشة القضايا والتحديات الاقتصادية منها والاجتماعية التي تواجه المغرب وباقي الدول الإفريقية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الجنوب الشامل في المغرب دائما شكل الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان محور ندوة نظمها اليوم الجمعة بالرباط المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتهدف هذه الندوة إلى مناقشة المبادرات الدولية في تنظيم هذا المجال على المستوى الحقوقي والمعايير والمبادئ التوجهية واللوائح والمبادئ المنظمة كوثان التجاري في المتابعة شكل ذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان محور ندوة دولية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمناقشة المبادرات الدولية في تنظيم هذا المجال على المستوى الحقوقي والمغايير والمبادئ التوجهية واللوائح والمبادئ المنظمة نحن اليوم المجلس الوطني يقوم بعد تنظيم عدد من التشاورات على المستوى المهني على المستوى الوطني نصل اليوم إلى هذا التشاور الدولي لنتمكن من أن نقل التفاعل مع ما يجري دوليا في مؤسسات أخرى وفي مؤسسات وطنية ومؤسسات دولية بهذا الخصوص هناك انشغال حقيقي للفاعلين في مجال حقوق الإنسان بالتأثيرات السلبية للدكاء الاصطناع على ما يمكن أن يمس بحقوق الإنسان وبالنظر إلى الفرص الهائلة التي يوفرها الدكاء الاصطناعية لتيسير الاستفادة من الحقوق والحرية من جهة والمخاطر التي يشكلها استخدامه على بعض الحقوق والحرية من جهة أخرى يسعى المجلس إلى اقتراح سبل لتحقيق عدة أهداف تتمثل على الخصوص في تطوير الدكاء الاصطناعي بما يتماشى مع النهج البناء لحقوق الإنسان وقيم المجتمع الديمقراطية على سعيد آخر احتضنت المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن أمس الخميس بالرباط حفل إطلاق اللقاءات السينمائية خميس السينما والتي ستعقد بمختلف المؤسسات التابعة لجامعة محمد الخامس نتابع معا هذا التقرير لوليد حميدي علوي بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي والسينمائي لجامعة محمد الخامس والمنظم في إطار شراكة مع مركز سيجي الماسة للدراسات والأبحاث السمعية البصرية احتضنت المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن حفل إطلاق اللقاءات السينمائية خميس السينما والتي ستعقد بمختلف المؤسسات التابعة لجامعة محمد الخامس هذا الانطلاق جاءت في إطار عرض الفيلم الوثائقي موكلي في جبل الأطلس ومن بين الأفلام التي حصلت على شهادة البلاتينيوم على المستوى العالم العربي ومن بالأفلام التي تخدم بطريقة شعرية فيها عمق فلسفي ويهدف هذا المشروع إلى تكوين الكفاءات الطلابية في إطار ورشات سمعية بصرية وذلك بهدف جعل الطالب المهتم بالحقل السينمائي في قلب الحدث السينمائي وكذا إطلاع الطلبة بجديد السينما الوطنية والعالمية ستكون هذه الفرصة من أجل ترسيخ تقافة الانتماء للجامعة والاهتمام بالجانب التقافي والجمعوي عبر الاندية المتعددة في كل مؤسسات جامعة محمد الخامس هذا وعرف حفل إطلاق هذه المبادرة عرض الفيلم الوثائقي ماوكلي في جبال الأطلس من إنتاج الجزيرة الوثائقية وقد فاز هذا الفيلم بأحدى جوائز بلاتينيوم لسنة 2021 والتي تخصصها قناة الجزيرة الوثائقية لأفضل أفلامها المحققة لنسب مشاهدة عالية إن في التلفاز أو على قناتها على اليوتيوب دولياً استقل وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي اليوم الجمعة قائلاً إنه قرر تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية وذلك في محاولة لتهدئة خلاف ديبلوماسي فجرته تصريحات الأدل بها وأشار قرداحي إلى أن استقالته تهدف أيضاً إلى منع أي إجراءات عقابية ضد مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يعيشون في دول الخليج مع الصالح والتفاصل استقال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي اليوم قائلاً إنه قرر تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية وذلك في محاولة لتهدئة خلاف ديبلوماسي فجرته تصريحات أدلى بها مسبقاً وقال قرداحي إنه استقال قبل زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للرياض على أمل أن يساعد خلال الزيارة في تخفيف حدة الأزمة التي أشعلتها تصريحات الموديع اللبناني وأشار قرداحي إلى أن استقالته تهدف أيضاً إلى منع أي إجراءات عقابية ضد مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يعيشون في دول الخليج دولياً دائماً أبلغت 30 دولة في العالم على الأقل عن حالات مؤكدة لمتغير أوميكرون منذ الإبلاغ عن سلالة الفيروس الجديدة لأول مرة في الأسبوع الماضي وفقاً للسلطات الصحية لهذه البلدان حيث تم اكتشاف العدوى في مختلف القارات بآسيا وأمريكا وأوروبا كما في إفريقيا تفاصيل أوفا في تقرير عبداللاطف بن طالب 30 دولة على الأقل أبلغت عن حالات مؤكدة لمتغير أوميكرون سلالة الفيروس التاجي الجديدة إذ أعلنت وزارة الصحة في الهند عن تسجيل حالتين بسلالة دون الإصابة بأعراض خطيرة وزارة الصحة في سنغافورة بدورها أعلنت أن راكبين قادمين من جنوب إفريقيا أصيبها بمتغير أوميكرون وهما مواطنان تم تطعيمهما بالكامل وفي البرازيل حتى الآن هناك خمس حالات لمتغير أوميكرون إلى أوروبا حيث أكدت السويد ست حالات من متحور أوميكرون وجميعها ذات أعراض خفيفة من جهتها الدنمارك أكدت 14 حالة من السلالة نفسها فرنسا كذلك أعلنت عن أول حالة مؤكدة في البلاد للسلالة الجديدة لمصاب قدم من نيجيريا تأكدت إصابته في المطار دون ظهور أي أعراض عليه أما في إسبانيا فأول حالة إصابة بعدوى أوميكرون لرجل ذي 62 سنة كان قد تلقى جرعتين من لقاح أسترازينيكا وأكدت وزارة الصحة اليونانية أول إصابة بمتحور أوميكرون إلى جانب دولة إسلندا أما بقارة إفريقيا فأكدت وزارة الصحة في زيمبابوي حالات إصابة بأوميكرون في البلاد دون الكشف عن العدد بالضبط في سياق المتصل قال رئيس شركة بايونتيك الألمانية أغور شاهين قال إن شركته قد تكون قادرة على تعديل لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نحو سريع نسبيا لمكافحة المتحور الجديد أوميكرون وأضاف شاهين أن اللقاحات ستظل توفر حماية من العراض الشديدة للمرض على الرغم من التحورات تقرير مه الصالح قال رئيس شركة بيونتيك الألمانية إن شركته قد تكون قادرة على تعديل لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نحو سريع نسبيا لمكافحة المتحور الجديد أوميكرون وأضاف شاهين أن اللقاحات ستظل توفر حماية من الأعراض الشديدة للمرض على الرغم من التحورات وأن هذه السلالة قد تكون قادرة على إصابة الأشخاص المطعمين وأشار رئيس شركة بيونتيك إلى أن التحورات الفيروس تستعني أنه من المرجح أن تصبح التطعيمات سنوية كما هو الحال مع الإنفلوانزا الموسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن موسكو من تكاليفة باهظة ستتحملها روسيا إذا غزت أوكرانيا وحث نظيره الروسي على سعي لحل ديبلوماسي للأزمة ونقل بلينكن التحذير لوزير الخارجية الروسي سيرجي رافروف خلال ما وصفه باجتماع صريح في استوكروم وقال إن من المحتمل أن يتحدث الرئيسان جو بايدن وفلاديمير بوتن قريبا تقرير عبداللاطف بن طالب ما بين واشنطن وموسكو من صراعات سياسية لا يتوقف ففي كل مناسبة قضايا عديدة تثار بين البلدين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اجتماع بستوكهولم حذر موسكو من ما وصفه بتكاليف باهظة ستتحملها روسيا إذا غزت جارتها أوكرانيا وحث نظيره سيرجي رافروف على السعي لحل ديبلوماسي للأزمة بلينكن أكد عزم بلاده على تحميل روسيا مسؤولية أفعالها بما في ذلك التزام واشنطن العمل مع الحلفي الأوروبيين لفرض عواقب على روسيا في حال اتخذت إجراءات عدوانية ضد أوكرانيا يقول وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية الروسي من جهته نفى أي نية للغزو وقال إن موسكو مستعدة للحوار مع كييف مضيفا أن الرئيس بوتين صرح أنه لا يريد أي صراعات في المنطقة وعلى الأرض أوكرانيا تقول إن روسيا حشدت ما يربع على 90 ألف جندي بالقرب من حدودهم المشتركة فيما موسكو تتهم كييف بمواصلة حشد قواتها في خبر دولي آخر عين الحزب الحاكم في النمسا وزير الداخلية كارني هامر زعيما للمحافظين ولقيادة البلاد بعد استقالة المستشار السابق سيباستين كورتاز المفاجئة من منصب زعيم الحزب التي هزت الأوساط السياسية بدرزايو والتفاصيل كارل ني هامر يعين مستشارا جديدا للنمسا وزير الداخلية في الحكومة السابقة عين أيضا زعيما للمحافظين ولقيادة البلاد بعد استقالة المستشار السابق سيباستين كورتز وسيتعين حاليا على الرئيس النمساوي قبول تعيين ني هامر وتنصيبه وهو أمر يندرج في إطار الرسميات فقط عمل ني هامر المولود في فيينا عام 1972 في الجيش لعدة سنوات قبل أن يصبح مستشار اتصالات وتولى مقعدا في البرلمان عام 2017 ومن ثم حقيبة الداخلية في يناير 2020 إلى جانب ني هامر سمى الحزب أيضا شخصيات جديدة لتولي عدة مناصب أخرى وكان سيباستين كورتز المستشار السابق قد أعلن تركه السياسة بعد شهرين فقط من استقالته من منصبه الاستقالة أسدلت الستار على مسيرته المهنية إذ كان أصغر رئيس حكومة منتخبا في العالم عندما تولى المنصب عام 2017 عن عمر ناهز 31 عاما توفي بدكار لميندياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى عن عمر يناهز 88 عاما بحسب ما أعلنت عائلته وكان لميندياك بالإضافة إلى كونه شخصية رياضية سينيغالية قد تولى مسؤوليات سياسية من بينها كاتب الدولة في الشباب والرياضة ثم عمد الدكار من العام 78 900 ألف إلى 80 900 ألف عودة لبدرزايل ارتبط اسمه بألعاب القوى لمدة طويلة من حياتها السينيغالي لميندياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى وافته المنية عن عمر 88 عاما فقد بزغ نجمه كأحد أفضل الرياضيين السينيغاليين في الوثب الطويل قبل استقلال بلادها وأصبح بطلا لفرنسا في العام 1958 وكان دياك عضوا في اللجنة الأولمبية السينيغالية منذ عام 1974 وأصبح رئيسا لها في 1985 وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2002 وتم انتخاب لميندياك رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب القوى خلال اجتماع استثنائي للاتحاد في دجمبر 1999 ثم أعيد انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب القوى في الرابع والعشرين من غش 2011 لمدة أربع سنوات في المؤتمر الثامن والأربعين للاتحاد وحكم عليه بالسجن أربع سنوات اثنان منها مع وقف التنفيذ بتهمة الفساد من ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية في فرنسا منذ نوامبر 2015 خلف دياك إذن إرثا مليئا بالإنجازات ممزوج بتاريخ ملطخ بالفضائح نهاية نشرتنا تفاصيل أوفع على أخبار المغرب والعالم تجدونها كالعادة على موقعنا الإلكتروني اشتركوا في القناة